نبدأ من العراق اللي عايش من فترة نشاط فني لافت حيث أقامت إدارة مدينة السندباد لاند في العاصمة بغداد خلال الأشهر الماضية عدد من الحفلات اللي أحياها فنانون عرب بينهم إليسة محمد رمضان شاذة حسون ومصطفى أمر وغيرهم هذه الحفلات جاءت ضمن عقود وقعتها إدارة المدينة مع شركة مصرية وصراحة الحفلات لاقت نجاح وإقبال جماهيري كبير وهذا الشي كان ملاحظ سواء من كلام الناس اللي حضروها أو حتى رأي الفنانين غير طبعا الفيديوهات المتذاولة من الحفلات على السوشال ميديا لكن يبدو أن هذه الحفلات استفزت ميليشيات وأحزاب تابعة لها فدفعت بأنصارها للتظاهر أمام المدينة السياحية وتبريرهم أن هذه الحفلات بتخالف وتعارض قيم المجتمع وتقاليده التضييق والضغط اللي مارسته الميليشيات على إدارة الحفلات وصلحت قرار إدارة المدينة إلغاء الحفلات وفسخ العقد الموقع مع النجوم كما هو واضح أمامكم في بيان إدارة المدينة اللي شاركته عبر صفحاتها الاجتماعية بس على فكرة في كلام كمان متداول على السوشال ميديا أن الميليشيات ما استفزتها فكرة الحفلات نفسها لكن بيقال أنها كانت متفقد سلم مبلغ معين من مردود الحفلات وحصل خلاف مادي وهذا الأمر هو اللي فجر غضبهم طيب عموما القصة ما انتهت على إلغاء الحفلات وخلاص لأنه بعد البيان انطلقت حملة واسعة تحت هاشتاغ بغداد مدنية أطلقتها أوساط ونخب ثقافية عراقية اعتبرت ضغط الميليشيات المسلحة محاولة لفرض رؤية أحادية على النشاطات الفنية فبالتالي حملت التغريدات تنديدات بالحملة وبالتطرف الفكري كمان نشطاء شافوا أن الاعتراض على الحفلات ومنعها هو بمثابة رفض لحالة الانتعاش اللي بتعيشها البلد واللي بتعرضها الميليشيات اللي هدفها عزل العراق عن المجتمع العربي على حد وصفهم اشتركوا في القناة الفنان المصري محمد رمضان زي ما سبق وذكرنا كان من بين النجوم اللي أحيوا حفل في مدينة السندباد لانت وحفله كان يوم 10 ديسمبر ولقى نجاح ضخم جدا علما أنه حفله الأول في بغداد لكن من بعد الحفل بدأت الدنيا تقوم على المهرجان وبدأت الميليشيات تنتقد وتتظاهر زي ما عرضنا عليكم من شوية وهنا اللافت أن حفل رمضان تحديدا من وقتها ولغاية اليوم عام الجدل وضجة كبيرة وفيه هجوم ونقد طبعا موجه له من رجال دين وسياسيين آخرهم كان رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي اللي رغم أنه ما ذكر اسم رمضان شخصيا لكن نفهم مين بيوكسوت حينما بدأنا نرى ونسمع هذه الحفلات الماجنة وهذا الفجور والعراق يحتذن الساقطين من الفنانين ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا ولكنهم من الساقطين المبتذلين يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود بدون مطول عليكم محمد رمضان ما سكت على كلام المالكي ورد عليه بطريقته بهذا المقطع ويحتضنون بهذا الشكل المخيف عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق دل الشيطان كان بيستعز باللمني دل الشيطان كان بيستعز باللمني طيب بالمناسب محمد رمضان كما يمكن نعلق بمقاطع فيديو على رجال دين انتقدوا بألفاظ وشتائم خارجة خلونا نشوف ماذا تعمل كلامهم وطريقة ردو حفلة البارحة في بغداد ما لمحمد رمضان حفلة البارحة في بغداد أربع مليارات ونص عراقي أربع مليارات ثلاث ملايين دولار هذه طبعا البارحة من انصرفة ساعر أسود قدر قبيح والله انحداره وانتكاسه ما المفروض تمر بسلامه ما المفروض تمر بسلامه ولم يأتينا رمضان وقد فرحنا بمحمد رمضان في بغداد هذا الذي جاء وكشف عن صدره وجعل الناس يعطونه الساعات والهدايا أمام الناس طيب تنضم إلينا من بغداد الباحثة السياسية الدكتورة سهاد الشمري أهلا فيك معانا دكتورة سهاد يعني الموضوع مو بس موضوع انه حفلات غنائية وبس البلد الآن في مرحلة انتعاش وبدأت تعود الحياة لطبيعتها من فن والآن جاي هذا كله وبيحاولوا يقفلوا ليش بيحصل هذا الشيء تحية طيبة أستاذ سارة طبعا العراق بلد الفن والحضارات بلد سومر وأكد وآشور من غير المعقول والمقبول أنه البلد صاحب أول حرف بالكتابة أن تختزل آراء شعبة بفكرة معينة أو يفرض رأي معين من قبل فئة معينة على الآخر وفق المادة 46 من الدستور العراقي لكل فرد حق الحرية في المجتمع العراقي لكن مع أن لا تتنافى مع الآداب والذوق العامة فمن غير المعقول أن تكون حفلة غنائية تسببت في هذا كله إن رأوا أن هناك مثلبقة سجلت على هذه الحفلة فهناك أطر قانونية ولدينا قضاء عليهم اللجوء إليه لا زج الشارع وأيضا محورة الشارع بين جهة معينة وفرض رؤية ونظرية معينة من فئة معينة على الفسيفساء العراقية بالكامل فهو شعب عراقي شعب مكونات وأطياف وأديان من غير المعقول أيضا أن تختزل رؤيهم وفق رؤية أخرى وأعتقد أن لو قارننا بين المشكلات العراقية فضلي لو قارننا بين المشكلات العراقية الحاصلة في الساحة العراقية وجدنا أن هناك في الميزان نسبة أعلى من حفلة محمد رمضان هناك شبان حسب تصريح وزير الخارجي 50% من الشبان العراقية تعاطون المخدرات لدينا ملفات فساد لدينا ملفات مهجرين لدينا تحتية متهالكة للدورة العراقية لدينا العراق ساحة معركة الدول الإقليمية وأيضا لدينا شعب ثائر منتفض ممتع صحيح لكن دكتورة سهادي كيف كمان أيضا تفسري تراجع الجهة المنظمة وارضوخها رغم نجاح الحفلات أولا أنه جهة غير أي جهة في العراق تكون غير مسنودة من قبل أحزاب أو أشخاص حاكمين في الدول العراقية تكون جهة ضعيفة فبالتالي هذه الجهة جهة ضعيفة تم إلغاء العقود في 24 ساعة وإلغاء جميع الحفلات لجميع الفنانين الذين كانوا من المفروض أن يحضروا لسبب أن حفل محمد رمضان حفل محمد رمضان ليس هو المشكلة المشكلة أن الحفلات لا تقام في بغداد فأسلمت المجتمع بهذه الطريقة وفرض رؤية ونظرية واحدة من قبل فئة معينة واحدة هذا مفهوم خاطئ يعني ما هي أنه أسلمت المجتمع هي نحن بنحكي على فئة متطرفة تحديدا يعني تريد أن تقضي على مظاهر الحياة والفن وما إلى ذلك يعني وهذا اللي تفضلت به لحضرتك الآن هي فئة متطرفة مرفوضة جميع طياف الشعب العراقي الشعب العراقي هو محتقن ممتعض لهذه السياسات فبالتالي نرى الآن الجمهور والشعب العراق عبر وسائل الميديا وعبر وسائل التواصل أنه رافض وممتعض هم رافض وممتعض بس كمان لما نلاقي أنه رجال دين وسياسيين جرسين بيطلعوا ومثلا بيسبوا فنان بحجم رمضان كل اللي جاي يسوي أنه يعمل حفلة هل هذا الكلام يعني مين بعد كده بدو يجي يغني في بغداد أو في العراق أولا من نعت شخص بخلقة الإله هذا يمثل نفسه فقط من غير المقبول أن نعت شخص بلون بشرته أو بيئته لأنه هو هذا من خلق الله فمن المفروض أن تكون رأوا مثلبة على مجيء محمد رمضان أو هناك مثلبة سجلت على هذا الفنان لديهم قطر قانونية أفضل من هذا النعت الحاصل الذي قلب الشارع العراقي ضدهم وهم لا يمثلون إلا أنفسهم لأنه من الغير المعقول أن تكون فئة معينة أو رأي معين يفرض على جميع ابناء المجتمع العراقي نحن نشكرك على هذه المداخلة كاتمعنا من بغداد الباحث السياسي الدكتورة سهاد الشمري شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر